الإعلان خلال أيام الزيادة المتوقعة في أسعار البنزين الفترة القادمة ننشر التفاصيل الهام وأول تحرك رسمي في مصر بعد منشور صحيفة المصر اليوم المثير للجدل على السوشيال ميديا ومفاجأة شرطان للزواج من امرأة ثانية في مشروع قانون مصري للأحوال الشخصية وهيئة الأرصاد بتحضر من طقس الأسبوع قادم من ننشر التفاصيل وتعليق غير متوقع من ميدو عن إيهاب جلال بعد توليه المنتخبة المصري وسعر الذهب ركب الصاروخ ويفاجئ المواطنين بقفزة جديدة ننشر التفاصيل في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وقبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو ده مهم إن شاء الله عشان تجيلك أهم الأخبار واضغط على زرار أعجبني أو اللايك عشان توصلك الفيديوهات والأخبار الجديدة أول بأول عاوزين نوصل لألفين أعجبني أو لايك على هذا الفيديو وقبل ما نبدأ في الأخبار عاوزين نغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر وانتوا قدها نزلوا غرقوا التعليقات دلوقتي بكلمة تحيا مصر الإعلان خلال أيام الزيادة المتوقعة في أسعار البنزين الفترة القادمة وتقترب الحكومة من حسم موقفها بشأن زيادة أسعار البنزين والسولار والتي سيتم العمل بها لمدة ثلاثة أشهر من أول إبريل وحتى نهاية يونيو وذلك بعد قفزة أسعار البترول العالمية وارتفاع الدولار مقابل الجنيه قال مصدر حكومي لصحيفة مصراوي أن اللجنة الخاصة بتحديده متابعة ألية التسعيد التلقائي للمواد البترولية أعدت تقاريرها لتحديد أسعار المواد البترولية خلال الربع الثاني من العام الحالي والذي أوصى برفع الأسعار نتيجة ارتفاع سعر النفط العالمي وتخطيه حاجز الميت دولار للبرميل أضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه أن قرار اللجنة تضمن التوصية بزيادة أسعار البنزين خلال الربع الحالي قد تكون الزيادة أكثر من 25 قرشا للتر كشف المصدر أن الزيادة قد تشمل الصلار أيضا وفي حال رفعت الحكومة أسعار الصلار هذا الشهر ستكون هذه الزيادة هي الأولى منذ يوليو 2019 عندما أعلنت الحكومة تحريح سعر عدم من المنتجات البترولية وتطبيق آلية التسعيد التلقائي للمواد البترولية بشكل ربع سنوي وأرجع المصدر الزيادة المتوقع في أسعار المواد البترولية إلى صعود أسعار البترول العالمية وارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه وارتفع سعر صرف الدولار بأكثر من 16% خلال شهر مارس الماضي بعد عدة سنوات من الاستقرار ليصل إلى مستوى 18 جنيه 22 إرش للشراء و18 جنيه و30 إرش للبيع ووصل سعر خام برينت إلى مستوى 107 دولار 91 سنة بنهاية مارس الماضي وذلك بعد أن وصل إلى مستوى يقرب من 140 دولارا في وقت سابق من الشهر تأثرا بما يحدث في الشرق زي ما حضراتكم عارفين أن أسعار البنزين في الوقت الحالي سعر بنزين 87 جنيه وربع سعر بنزين 92 تبانية جنيه ونص وسعر بنزين 95 تسعة جنيه ونص للتر وسعر السولار 6 جنيه 75 إرش المصدر معنا كان من صحيفة مصراوي أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام مفاجأة شرطان للزواج من امرأة ثانية في مشروع قانون مصري للأحوال الشخصية نشرت بوابة الأهرام مشروع قانون للأحوال الشخصية تقدمت به نشوة دي بالعضو مجلس النواب مشيرة إلى أن القانون الجديد وضع شروطا لتعدد الزوجات وللزواج الثاني ومن بين الشروط التي تضمنها مشروع قانون الجديد الحصول على إذن قضاء وإختار الزوج الأولى نص مشروع قانون في مادته رقم 14 على أنه إذا رغب الزوج في التعدد يتقدم بطلب لقاضي محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة لإختار الزوجة برغبته في الزواج بأخرى على أن تمثل لإبداء الرأي بالموافقة أو الرفض كما تختر المرأة المراد التزوج بها بأنه لديه زوجة أو زوجات أخريات بحسب المادة 15 من مشروع قانون الأحوال الشخصية فإن المحكمة تستدعي الزوجة المراد الإقترام بها للمسؤول أمام القاضي فإذا أعلنت شخصيا ولم تحضر أو امتنعت عن تسلم الإعلان عالمة بما فيه يعد ذلك موافقة منها على التعدد وبهذا يكون الإعلان استوفى شكل القانون إما المادة 16 من مشروع القانون فقد نصت على أنه إذا مثلت الزوجة المراد التزوج عليها بشخصيها أو بوكالة خاصة يبحث معها القاضي عن موافقتها على التعدد من عدمه فإذا رفضت الموافقة على تعدد زوجها عليها وأصر الزوجة على طلبه حاولة المحكمة إجراء محاولة إصلاح بينه فإن لم توفق في مساعها وأصر الطرفان على مواقفهم وطلبت الزوجة الطلاق حكم لها بحقوقها المالية المترتبة على التطليق ويتعين على الزوج إيداعها بخزينة المحكمة خلال شهر من تاريخه وإلا عدى متراجعا عن طلب الإذن بالتعدد وبين مشروع قانون أنه إذا لم تطلب الزوجة التطليق وعلقت موافقتها على الزوج بأخرى واستمرارها في الحياة الزوجية على إلزام الزوج بأداء واجباته الزوجية والمالية من تحديد مبلغ لنفقتها هي وأولادها إن كان لهم أولاد لاستفاء كافة احتياجاتهم بما يتناسب وما كان ينفق الزوج قبل التقدم بطلب التعدد وكذلك الإشراف والمتابعة في تربية الأبناء وغيرها من الالتزامات التي ترى المحكمة مشروعيتها فإذا وافق أقر له التعدد مع إعطاء الزوجة الحق في طلب التطليق مع احتفاظها بحقوق المطلقة إن أخلى بهذه الالتزامات وفي هذا السياق نص مشروع القانون المقدم على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة كل من تسبب أو عقد أو وافق أو وثق أو شهد على عقد زواق قاصر دون السن المذكور في هذه المادة ما لم يكن ذلك بأمر القاضي المختص ولا يجوز التنازل عن العقوبة وفقا لأي قانون آخر مصدر معنا كم من بوابة الأهرام أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام عاوز أعرف رأي حضراتكم في مشروع هذا القانون بمواده الأربعة منتظر تعليق حضراتكم هل أنتم بتأيدوا هذا القانون أم غير موافقين على هذا القانون من تلمع بعض الخبر آخر وأول تحرك راسمي في مصر بعد منشور صحيفة المصر اليوم المثير للجدد استدعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر ممثل القانون الجريدة المصر اليوم بسبب نشر إحدى الفتاوى المنسوبة لأحد الشيوخ والتي من شأنها إثارة الفتنة قال المجلس في بيان له إن ذلك جاء بناء على ما قام به إدارة الرصد بالمجلس الأعلى بمتابعة نشاط المواقع الإلكترونية والصحفية وبناء على ما تناولته وسائل التواصل الاجتماعي من انتقاضات حادة وهجوم على الجريدة نشرت الصحيفة منشورا لداعية سوري يدعى محمد صالح المنجد قائلة ما حكم بيع الطعام في نهار رمضان للكافر وبعد هذه الواقعة أصدر الجريدة المصر اليوم بيانا تعتذر فيه عن القطأ في نشر الفتوى حيث حاولت الصحيفة بهذا البيان امتصاص حالة الغضب الشعب ضده قالت المؤسسة في بيان لها نظرا للقطأ المهن الجسيم الذي قام به أحد محرري جريدة بنشر فتوى أصدرها شخص غير مصري باستخدام توصفات لا توافق عليها الجريدة ولا تتوافق مع معايير النشر المعتمدة فقد اتخذت الإدارة قرارا بإيقافه عن العمل فورا وحتى انتهاء التحقيق الداخلي وتوقيع الجزاء الذي تناسب حجم الخطأ وفق قواعد الداخلية المصدر معانا كان من القاهرة 24 اترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل طبعا جريدة المصر اليوم نزلت على فيسبوك يعني منشور يثير الجدل وممكن يتسبب فيه مشكلة كبيرة لهذه الجريدة اترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر منتل مع بعض الخبر اخر وهيئة الارصاب تحذر من طقس الاسبوع القادم وبالنسبة للنهاردة 14 ابريل نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء والشمال الصعيد على فترات متقطعة الجمعة 15 ابريل نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء والشمال الصعيد على فترات متقطعة السبت 16 ابريل اعتبارا من السبت ارتفاع في درجات الحرارة على كافة الانحاء ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأدربة على أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة الأحد 17 إبريل هو هو نفس النشاط الرياح بتاع يوم 15-14 اللي هو نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والواجه البحري وسواحل الشمالية وجنوب سينة وشمال الصعيد على فترات متقطعة بالنسبة لدرجات الحرارة فالنهاردة 14 إبريل القاهرة 26 العزمة الصغرى 14 سواحل الشمالية العزمة 22 الصغرى 14 جنوب سينة العزمة 30 والصغرى 19 شمال الصعيد العزمة 29 درجة والصغرى 16 درجة جنوب الصعيد العزمة 35 درجة الصغرى 20 درجة درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 15 إبريل قاهرة الواجه البحري العزمة 27 الصغرى 14 درجات الحرارة المتوقعة السبت 16 إبريل العزمة 31 الصغرى 16 درجات الحرارة المتوقعة الأحد 17 إبريل العزمة 36 الصغرى 19 ونشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين الحذر من تخفيف الملابس واستحاب جاكت خفيف خلال فترات الليل خاصة وأن الأجواء تعاود انخفاضها من اليوم وحتى نهاية الأسبوع وتصل خلاله درجات الحرارة العزمة على سبيل المثال بالقاهرة 25 درجة والصغرى 15 درجة المصدر معنا كامل اليوم السابع حبيت أنشر لحضراتكم يعني خريطة الأرصاد وخريطة توقعات يعني درجات الحرارة في الأيام القادمة حد يوم 17 إبريل الموافق يوم الأحد أترك ليكم التعليق على هذا الخبر الهام ننتقل مع بعض الخبر آخر وسعر الذهب ركب الصاروخ ويفاجئ المواطنين بقفزة جديدة وارتفعت أسعار الذهب في مصر وشهدت صعودا واضحا بقيمة 5 جنيه متأثرة بالتغير في تعاملات البرصة العالمية حيث بلغ سعر الذهب العالمي 1978 دولار للأوقية وهو ما أدى إلى ارتفاع سعر الذهب بشكل كبير في الأسواق المحلية الكثير من المستخدمين عن سعر الذهب سعر الذهب عيار 21 وصل لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لسعر الذهب يحقق سعرا جديدا الآن مختلفا عن سعر الذهب أمس وذلك لارتفاع سعر الدولار من جديد وهناك رؤية ضوابية لتحديد مؤشرات السوق القادمة لافتا إلى أن مصر لا تتحكم في الأسعار نهائيا وكذا باقي الدول المؤشر الوحيد للجميع هي البرصة العالمية للذهب أضاف أن الأسواق المصرية تشهد هذه الفترة حالة من الركود وأشار إلى أن موسم رمضان تقل فيه نسبة الشراء بشكل كبير خلال العشر الأيام الأولى لانشغال الأشخاص بالعزومات والاستمتاع بأيام الشهر الفضيل بينما العشر أيام الثانية يبدأ التجار في تجهيز مجغولاتهم الذهبية وينتهي الشهر بعودة إقبال المواطنين على الشراء وضح أن أيام العيد أيضا ستشهد ركودا مرة أخرى لأن مراسم الزواج تتم خلال أيام العيد إما الشراء فهو خلال شهر رمضان مصدر معانا كامل صحيفة المصر اليوم أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر نمتل مع بعض الخبر آخر وتعليق غير متوقع من ميدو عن إيهاب جلال بعد توليه المنتخب المصري وجه أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق رسالة لإيهاب جلال المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني وذلك بعد الإعلان رسميا عن توليه تدريب الفرع كتب ميدو على صفحته الشخصية كل التوفيق للكابتن إيهاب جلال في مهمته جديدة كلنا اتظهرك وقرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في جلسته برئاسة جمال علام تعيين إيهاب جلال مديرا فنيا لمنتخب مصر الأول خلال المرحلة المقبلة خالفا لكارلوس كيروش الذي تم فسخ التعاقد معه بالتراضي بعد فشل المنتخب في التأهل لنهائيات كأس العالم قطر 22 كما قرر المجلس في ذات الجلسة توجيه الشكر للبرتغالي نيلو فينجادا مدير الفني الاتحاد القرى يذكر إن إيهاب جلال تولى تدريب بيرامدز في بداية هذا الموسم وقاضه للتأهل إلى ربع نهائي الكنفيدرالية الإفريقية ويحتل الفريق المركز السالس في جدول ترتيب الدوري مصدر معانا كامل صحيفة المصر اليوم أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل وجينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار البسيطة أتمنى أكون خفيفة على حضراتكم وما تقلتش عليكم إن شاء الله كان معكم إسلام الأمين وإن شاء الله أشككم في فيديو جديد وقريب بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته